السلام عليكم this is the first pharmacology lecture in the gastrointestinal system it's about anti-emetics or anti-vomiting drugs so in this lecture we are going to talk about the drugs that use for preventing the process of vomiting يعني في هاي المحاضرة الاولى راح نتكلم عن الادوية اللي بتمنع عملية فهم هذول الادوية المانعين للتقيق فهم نسميهم anti-emetics مانعين او موانع التقيق ففي البداية قبل ما نحكي عن الادوية وعن هاي الشغلة لازم ناخد الفيزيولوجي او الفيزيولوجي كيف بيصير انها التقيق فعليا او كيف عملية بتصير لازم نفهم الريسبتور الموجودة ولازم نفهم المراكز تحت التقيق بعديها راح نفهم شو هوا الدوبامين لانه راح نحكي عن الدوبامين كتير في هاي المحاضرة فلاازم نفهم شو هوا الدوبامين في البداية لازم نحكي عن الفومتنج فع نے الفومتنج عشان يتحفز لازم احفز شغلة BETHRIE IMPORTANT اللي هي الفومتنج سنتر فانا عندي الفومتنج سنتر وين موجود هاد موجود في السي اناس فوج تمام فالفومتنج سنتر لازم نحفز هاذا الواتنج سنتر او فعليا قبل مستحكي كيف نحفزه انو نعرف وين موجود الفوميتينج سنتر هذا الحلو فيه أنه موجود في الـ CNS عند تقريبا الميدولة تمام؟ عند الميدولة أوبلنغاتا في الـ CNS الفكرة وين؟ الفكرة أنه الفوميتينج سنتر هذا يقع فوق الـ Respiratory Center والـ Baroreceptor الـ Baroreceptor كان يتحكموا في ضغط الدم اللي هو القلب والـ Heart Rate كانوا مسؤولين خاصة فعليا عن الـ Heart Rate كانوا مسؤولين عنه هم الـ Baroreceptor بزيد الـ Heart Rate وقلوا الـ Heart Rate تمام؟ عن طريق هاي الـ Baroreceptor والـ Stretching اللي بيصير في هاي الـ Baroreceptor الـ Respiratory Center مسؤولين عن حملية التنفس ففعليا كيف موجود الـ Vomiting Center فوق الـ Respiratory Center والـ Baroreceptor فكيف هو موجود فوقيهم؟ يعني هو أقل أهمية منهم يعني واحد لو صار عنده مشكلة تخيله صار عندنا مشكلة بالـ Vomiting Center وقف فطري يشتغل هل هذا رح يؤدي للوفاء أو الموت للإنسان؟ لا Vomiting وقف يعني مش رح يموت مش لها درجة الموت أما إذا وقف الـ Respiratory Center على سبيل المثال رح توقف التنفس ويموت الإنسان صح بريلا؟ أو روقف مثلا اللي هو الـ Baroreceptor رح يصير أي خلل في الضغط رح يظلوا فيه خلل فأي غلط أي خلل فيه اللي هو في القلب رح يظل الخلل موجود وممكن يعمله أريدمية ويموت ففعليا هذول Very Vital فطب كيف هون بحكي لي الـ Vomiting Center فوقيهم وهم أهم منه؟ فهون نستكشف أنه في الـ CNS اللي هم في الميدولة فعليا في منطقة الميدولة وهون بحكي لي شغلي أنه نأخذ هاي القاعدة ونحكيها ونفهمها ونعرفها للـ CNS و للـ BNS The More Vital Vital يعني مهم أو يعني حتمي أو إشي مهم جدا تمام فThe More Vital Center يعني كل مكان السنتر Vital أكثر The Lower It Is تمام؟ فهاي القاعدة ننعرفها The More Vital Center The Lower It Is فكل مكان السنتر Vital أكثر بتلاقيه تحت فطلعوا كيف الـ Respiratory Center والـ Barro Receptor تحت الـ Vomiting Center فهم أهم منه فهي أول قاعدة ننعرفها هون هسا بنحكي عن الـ Vomiting Center الـ Vomiting Center هاد في مجموعة من الـ Receptor إذا تحفزت راح يحفز لي العملية الـ Vomiting راح يحفز لي عملية الـ Vomiting أول Receptor راح يتحفز عشان يحفز لي عملية الـ Vomiting هذا الـ Receptor من سميه 5-HT3 وهذا راح نشوفه اختصار لإيش؟ بس بدياكوا تعرفوا أنه 5-HT3 هو عبارة عن سيريتونين ريسبتور مش في عنا اللي هو السيريتونين هذا الهرمون اللي اسمه السيريتونين فهو كان زمان يطلق عليه الـ HT3 تمام؟ وهذا راح نشوف اختصار لشو؟ ولكن اللي بهمنا أنه نعرف أنه الـ HT3 هي نفس السيريتونين ريسبتور فأول ريسبتور موجود في الـ Vital Center هو الـ 5-HT3 تمام؟ وبرضو عندنا ريسبتورات ثانية زي الـ M1 Receptor والـ H1 Receptor ولكن هذول مش كثير مهمات فهو أهم إشي عندنا في الـ Center اللي هو إيش؟ الـ 5-HT3 تمام؟ الـ M1 والـ H1 مش كثير مهمات في الـ Center هس راح نشوف وين أهميتهم تقبع زي ما نحكي في العربي فهون بقلنا الـ M1 والـ H1 to less extent ولكن مين لي اللي هو الـ 5-HT3 ففعلياً بدنا نفكر لما يكون الفوميتنج جداً جداً حاد وجداً خطير فأنا لازم لما أجي أعمل بلوك مش بدي أعمل بلوك للـ Vital Center اللي هو المركز الرئيسي لما أعمله بلوك وين أحسن إشي أعمل بلوك؟ أعمل بلوك للـ 5-HT3 Receptor فهون بقدر أستنتج إنه لما أعمل بلوك للـ 5-HT3 Receptor رح يكون لبلوك قوي جداً ورح يمنع الفوميتنج بقوة ففعلياً الأدوية اللي بتشتغل على هذا الـ Receptor وتعمل بلوك رح تكون أدوية قوية جداً ده سببين أول سبب لأنه موجود بالـ Vital Center نفسه بالـ CNS ثاني سبب لأنه موجود في أماكن كثيرة غير الـ Vital Center برضو موجود تحت فهون هو موجود فوق وموجود تحت وهاي Very Important تمام؟ تمام؟ طيب نكمل هون في الموضوع ونحكي عن الثاني سنتر فهون خلصنا الـ Vital Center هو الأساس أو الـ Center الرئيسي اللي إذا تحفز رح يمليه فومتك ثاني سنتر بيجي تحته وبرة الـ Blood Brain Barrier إذا خارج الـ Blood Brain Barrier رح نسميه الـ CTZ اللي هو إيش خارج الـ Blood Brain Barrier فهون منقول خارج الـ Blood Brain Barrier هذا الـ CTZ Center أو منقول عنه إيش الكيمو ريسيبتور تريجر زون كيمو ريسيبتور تريجر زون يعني الزون اللي بتحفز بالكيمو ريسيبتور أول شي بتعرف إنه خارج الـ Blood Brain Barrier هذا الكيمو ريسيبتور تريجر زون أوتسايد دا بلد برين بيرير هاي مهمة وهون الريسيبتور المسؤولات أو الموجودات فيه اللي بيحفز الفوميتنج هم فعلياً الـ 5-HT-3 ريسيبتور نفسه صح ولا؟ 5-HT-3 عشكلك هو دائماً موجود في كثرة في كل أماكن اللي بتحفز الفوميتنج وبرضه في عندنا ريسيبتور very important هون اللي هو الـ D2 ريسيبتور شو الـ D2 من شو مأخوذ؟ من دوبامين عشاناك حكيتلكو الدوبامين very important اللي هو الريسيبتور اللي بربط فيه الدوبامين ففعلياً الدوبامين بيحفز الفوميتنج إذن الـ CTZ أو الكيمو ريسيبتور تريجرينج زون إذا تم تحفيز هذا الكيمو اللي هو الكيمو ريسيبتور تريجرينج زون رح يتم تحفيز عملية الفوميتنج طب كيف هذا الزون بتحفز عن طريق إذا مسك أي دواء في هاي الريسيبتورات؟ طب شو هي هاي الريسيبتورات؟ سيريتونين ريسيبتور اللي هو الـ 5HT3 أو دوبامين ريسيبتور تمام؟ تمام؟ إذن هذا هو النوع الثاني هذا هو النوع الثاني وفي علنا ريسيبتور توليس إكستينت رح نحكي عنه في نهاية المحاضرة ديك تتذكروا اللي هو الـ NK1 الـ NK1 وبيجي معه السبستانس بي تمام؟ هذول إيش رح نحكي عنهم في نهاية المحاضرة في هاي السبناشة يعني to do not care too much about it رح نحكي عنهم في نهاية المحاضرة الـ NK1 و السبستانس بي الـ NK1 هم اختصار لا إيش؟ لا نيورو كنن تمام؟ رح نحكي عنهم في نهاية المحاضرة ولكن هسا نركز على هذول الأهم والـ very important تمام؟ إذن هذول قلنا to this extent يعني مقدر نحط عليهم X يعني صغيرة هيك إنهم إيش إنهم قليل ووجودهم كميات قليلة المين وان هو this تمام؟ ومين هو إلا نحط عليه صح مين وان؟ هذا مين وان هذا مين وان وهذا إيش؟ to this extent تمام؟ تمام؟ طيب خلصنا CTZ طيب شو كمان ممكن إيش يحفز الفوميتنج هي عملية بريفرالي فبرضو في الفوميتنج بتحفز بريفرالي مش بنشوف الواحد لما يوكل أكل مثلا سيء أو شغل زي هيك بتلاقي معدته هيك صارت بشو قول معدته تزافت وبتلاقي إيش استفرغ طب كيف هيك؟ لأنه إحنا عنا بريفرال فيخمات بالылجاستروان تسترال الواحد. هذا الـ他們 dicen بعضا اثرانت فايبر يعني فايبر صاعد راح يحفز الكيمورسبتور طيب كيف راح يشتغل هذا الـ يحفز العملية الفوميتنج عن طريق أنه يربط في ريسبتور هاي الريسبتور موجود는데 بريفرالي فأنا عشان أحفز الأثرانت فايبر لازم إش يحفزه فكيف دي يتحفز عن طريق اليسبتور راح نحكي عنها اللي هي إيش اللي هم الريسبتور الموجودات بريفرالي مين هم؟ يلا كلكم 5HT3 ريسبتور صح؟ اللي هو إيش سريتونين ريسبتور طيب شو فيه كمان بريفرالي موجود اللي هو عنا الـ M1 والـ H1 to less extent برضه نفس إشي نفس الفكرة وفيه ماشوهم طبعا؟ فهون M1 و H1 to less extent ومين لي مين الـ 5HT3 ريسبتور فلاحظوا كيف الـ 5HT3 ريسبتور أو السريتونين ريسبتور وإذا بتتذكروا أخذنا في محاضرة الفيزيولوجي أنه السريتونين يتم إفرازه كهورمون مثلا من اللي هو في الـ Gastrointestinal System ففعليا إذا ربط السريتونين في الـ 5HT3 ريسبتور اللي هي السريتونين ريسبتور راح يحفز أفيرانت فايبر هذا الأفيرانت فايبر راح يطلع يحفز اللي هو الـ Vomiting Center لما تحفز الـ Vomiting Center أو CTZ راح يصير عندك اللي هو تمام؟ فالبريفرال نفسه راح يحفز بـ يا بيطلع الـ CTZ يا بيطلع الـ VC اللي هو الـ Vomiting Center وبيحفز عملية فهاي هي مقدمة سريعة لعملية شو بيظل إنه؟ بيظل إنه ريسبتور أخير أو ريسبتور أخير اللي هو الـ اللي هو طيب هذا هذا الـ Vizitibular Receptor أو الـ Vizitibular System تقدرين نقول عنده هذا وين موجود؟ في الأذن هذا موجود في الأذن وفي مين لي هسا هتركزوني كيف مين لي M1 و H1 وفي الصحيح أنا ما قلت لكم شو هي M1 و H1 M1 هي الماسكرينيك ريسبتور طيب الماسكرينيك ريسبتور مي بمسك عليها؟ اللي هي الكولينيرجيك سيستم طيب الـ H1 هستامين ريسبتور اللي هي بمسك عليها أي شيء اللي هو الهستامين وبيحفز شغلت هاي فهون M1 و H1 ممكن إنديوس للـ Vomiting عن طريق الكولينيرجيك ريسبتور اللي هو الأموان أو الهستامينيك ريسبتور الـ H1 فإحنا بنيقدر نقول أنتي هستامين رح يعملنا للأتش ون والأنتي موس كرينيك او الانتي كولينيرجيك دراج راح يعملنا بلوك للأم ون فهون احنا نفهم انه في الفيزيوتيبيلار سنتر راح ممكن تحفز اللي هو الفوموتينج خاصة بنحكي هون عن الموشن سيكنس الموشن سيكنس وهو دوار البحر تمام فالموشن سيكنس وهو المشكلة بتصير في الاذن الفيزيوتيبيلار سنتر او سيستم بيشتغل راح يتشتغل عليه يمسك الهستاميل والأم ون فهون راح يعملنا موشن سيكنس وبتلاجل واحد بيستفرق لما يطلب في البحر او اللي هو ايههه دوران اللي هو التي هي هي الدوران فبتلاقي الواحد دايخ هاي الدوخة يمكن تعملو فهون فعليا الفيزيوتيبيلار سيستم يستخدم او ادويته برضو تستخدم في اللي هو المايلد فوموتينج او يعني موشن سيكنس وفيرتايقو او فيرتيجو مش راح تكون اللي هي اللي هيveماتينج عالية كتير تمام فهاي الفكرة. فهون شو نلخص هيك فهمنا الموضوع هون كامل مكمل. بضل عنا اخر شغلة اللي هي بالاموشن. بالايش? بالاموشن. بالايش? بالاموشن. مش احنا منشوف الواحد في بعض المشاعر او بعض نقدر نقول مثلا. هسا الواحد مش مرات اذا شم مثلا ريحة سيئة او كذا صار سيئ فهو ايش بتلاقي استفرق ممكن. او هيك المشاعر هو كان منكد او كذا بتلاقي استفرق. طب كيف هيك? لانه في عنا بتحفز هاي عملية المشاعر و بتحفز ايش اسمه الليمبك الليمبك سنتر. هذا الليمبك سنتر هو مركز المشاعر في الدماغ. والليمبك سنتر موجود فوق الميدولة فوق. في احنا عنا الدماغ موجود فوق. انا فوق الميدولة زي ما حكينا في الميدولة كيف الترتيب? the more the vital the center the lower it is. صح? هاي في الميدولة. طب فوق في فوق في البونز وفوق فوق في الدماغ في عنا ايش اسمه الليمبك سيستم. هاضي الليمبك سيستم اذا اشتغل راح يحفز اللي تحتيه. طب مين تحتيه? الفوميتينج سنتر. فانت لما تأثر على في في هاي كلها راح تحفز الفوميتينج سنتر في اللي هو السنترال نيرفوس سيستم. فرح يستطيع عندك تمام? عشان هيك هاي طبعا ايش? يعني معلومة اضافية. فقط احنا باهمنا نعرف انه ممكن اللي هو تعملنا تفاصيل مش مهمة. هون هيك منكون احنا قدرنا نفهم مبدأ العلاج والفارما. هون كله زي ما حكينا الفارما كلها تأليف بتأليف. طبعا كيف خلصنا المحاضرة فعليا بسلايد في اللي هو سلايد اول سلايد. ايه. اللي هو جاس تونتسل سيستم بديولة اللي لسه بنحط مقدمة. احنا خلصنا المحاضرة. طب كيف خلصنا المحاضرة? يلا نالف. حكينا. اذا كان الفوميتينج سيفير حاد. شو بنعطي? بنعطي فايف اتش تي ثري بلوكر. اللي هو سيروتونين ريسيبتور بلوكر. طب ليش? لانه راح يعمل لي بلوك على تطلعوا كيف بالفوميتينج سنتر بالسيتي زيلي تحت تفوميتينج سنتر مباشرة. بالبريفرال نيرف اللي هو بالجاس كله راح يعمل بلوك بلوك بلوك. فهون راح يمنع الفوميتينج بقوة فهون يستخدم للسفير طيب استحكينا الام وان والاتش وان موجودات هون بقلة فبهم مينيش. هون موجودات بقلة فبهم مينيش. وين ميني وجدات? في الزوزييبتور سنترال. فبستخدمو في الوشن سكنس وفي اللا في ايه هو ايش بشكل مينلي. وممكن يستخدمو هون كمساعدات فقط. فهون يستخدمو في في واحد معو موشن سكنس واحد معو في فزي ما حكينا عشان ايه عشان ايش عشان هون مش قويات كثير. فمش قويات في عملية اللي هو التقديل في طيب شو بنكمل كمان? طب حكينا في في الـ CTZ لما تكون الـ vomiting ناتجة عن أي شيء بحفظ الـ CZ أو بيأثر على الـ CTZ وهذا رح نشوف شو هو؟ شفوت لكم تفاصيل من هذا فأي شيء بيأثر على الـ CZ اللي رح نشوفه هسه زي بعض الأدوية هذو شو رح يعملنا؟ راح يعملنا vomiting طيب الأدوية اللي رح تستخدم هي dopamine blocker فلاحظوا dopamine blocker شو رح يستخدم عشان أي دواء بيأثر على الـ CZ يعمل له block ويمنعه يعمل vomiting اللي هم مين؟ dopamine blocker وبرضه الدوبامين البلوكر راح نستخدمهم بريفرالي ورح نشوف السبب لقدام فهاي هي الفكرة باختصار فإذا عنا مثلا واحد عنده مشكلة في المعدة او شغل زي هيك في المعدة عمليته مشاكل ويصير عنده فوميتنج مثلا أخذ كيموثيرابي والكيموثيرابي احنا نعرف وين بروع المعدة وبيعمل مشاكل في المعدة فإنت لما تعمل مشاكل في المعدة طب هون انت شو راح تحفز راح تحفز قلنا إيش إفراز السريتون السريتون راح يطلع شو راح يربط على ال 5HT3 ريسبتور اللي هو السريتون ريسبتور راح يطلع في أفرانتنير فايبر على السيتي زيد أو على البيسي ورح يعملنا انديوس للفوميتك فهاي هي الفكرة هون بيظل آخر إشي في المقدمة نحكي عن شو هو الدوبامين مش حكيتلكو حكيتلكو احنا حكينا عن الدوبامين ريسبتور اللي موجودة في السيتي زيد وحكينا أي دوة بيأثر على السيتي زيد بنعطيه دوبامين بلوكر أو دوبامين أنتاجونيس عشان نمنع هذا التأثير طب كيف الدوبامين بيعملنا فوميتك الدوبامين يا جماعة بيشتغل هاي الدوبامين is present mainly in four brain sites فالدوبامين موجود في أربع أماكن في البراين ونناعرف ان الدوبامين do not pass the blood brain barrier فلاحظوا في الفوميتك سنتر ما في عنا الدوبامين ريسبتور لأنه do not pass the blood brain barrier هو موجود في أول مكان في السيانس تحت البلاد براين براين اللي هو السيتي زيد تمام طيب الدوبامين حكينا في اربع اماكن ميزوليمبيك لاحظوا الليمبيك اللي هو على الاموشينال سنتر فهون ايش خلنا نزبط الكلمة هاي هاي اي هاي حرف الاي مش اي هاي ايه تمام فالدوبامين موجود في الليمبيك سنتر اشترك تقول في الليمبيك والمشاعر شو رح حسبنا رح حسبنا تمام طيب موجود الدوبامين في البيزة الجانجليا ورح نشوف هسا شفائته وموجود في الهايبوثالمس هاي الاماكن مش مهمة فقط اللي بهمنا هسا رح احكيلكو عنو الدوبامين لما يتم افرازو لما يتم افرازو هسا هون ايش حكينا اذا زاد رح يعملنا ايش رح يعملنا فوليكه حكينا كيف على انو اللي هو في السي تي z هاي الرابع المكان الرابع اللي هو permite فحكينا ميزوليمبيك بايزلجانجليا هو بصوليماس سي تي زد هول بهمنا هذول بهم ناشح الآن رح حكيلكو بس شكل بس وحدة اللي بيتيمنا فيهم سي تي زد هاي لما تتحفز رح يعملنا فزيادة الدوبامين اللي هو في الستيزيت شروع عملنا طيب شو بتهمنا هاي بتهمناش هاي بتهمناش اللي بتهمنا هي البركنسونيزم هاي لأنه راح نحكي على الادفرسيفكت هسا راح تمرق معنا فالدوبامين وجوده في البيزل جانجليا في البيزل جانجليا يا جماعة اذا قل الدوبامين نتيجة الدوبامين بلوكر اللي هو الدول اللي راح اعطيه احنا نعطي الدوبامين بلوكر حكينا عشان ايش الستيزيتين نوقف الفومنتين فإذا قل الدوبامين حيقل في البيزل جانجلية رح يعملنا باركنسونيزم أو باركنسونيزم لايك أكشن فهو زي ما حكي رح يعملنا باركنسونيزم لايك أكشن باركنسونيزم يعني زي اللي بعمل هيك الرشفة هاي بيكون في إيده رشفة المصير كلها عنده يعني المصير كلها شادة ع بعضها وإيده بترجف ومش قادر يمشي وكذا تمام فهي هي ليش نتيجة نقص الدوبامين في البيزل جانجلية فهي شو بنسميها اللي هي شو بنسميها باركنسونيزم لايك أكشن اللي هي بنسميها إكسترابيراميدل فهوين ما تشوفوا إكسترابيراميدل اعرفوا إنه بسبب هاي البلوكر عملت إنه النقص في الدوبامين في البيزل جانجلية فصال إنه باركنسونيزم أو باركنسونيزم لايك أكشن بتلاقي الواحد إيده بترجي تريمورز بتلاقي عنده مصير ستيفنس مصير شاد مش قادر يمشي كويس وهي هي الفكرة تمام تمام فهي هي الفكرة الباقي القلكتوريوري والشغلات هاي منش مطلوب منها بس أنا حبيت أورجيكم قصة الباركنسونيزم وأكيد أكيد أي دوبامين كأدفرس إفكت لكل الدوبامين بلوكر رح يعملنا ديبريشن لأنه الدوبامين شو بيعمل؟ بيعمل إكسايتشن فأي دوبامين بلوكر رح يعملنا ديبريشن وباركنسونيزم لايك أكشن حكينا في الـ CTZ اللي هو إيش بيصير؟ بيعملنا فوميتن صح؟ فإذا زاد الدوبامين شو رح يعملنا؟ رح يعملنا فوميتن ولكن إذا قل الدوبامين فإنت رح تمنع الفوميتن ولكن انت صار في خطر تعمل بروديوس باركنسونيزم لايك أكشن أو باركنسونيزم اللي هي إيش منسميها؟ إكسترابيراميدل تمام؟ فهي الكيمو ريسبتور تريجرينج زون لالإمسيز تمام؟ تمام هون ملاحظة صغيرة بقلنا بيينج أولسو مونو أماينز اللي هو إيش؟ هون اللي هو نورة بنفنة بس ممناش اللي هو اللي كنا نحكي عنه هسا فطلعوا كيف الدوبامين البلوكر بيقولك ممكن يأثروا بشكل غير مباشر على السيريتونين فهون انت هيك قوية عملية اللي هو منع الفوميتن لأنه حكينا هي المين ميكانيزم أو المين ريسبتور اللي هم بيعملوا فإنك لما تعمل البلوك للدوبامين ممكن تأثر على السيريتونين وخروج السيريتونين لأنه من نفس التركيب بيكون فهون انت ممكن تحسن في عملية تمنع الفوميتن ولكن مش بدرجة اللي هم اللي بيعملوا بلوك للف للفايف اتش تي ثري اللي هم أقوى إشي بيكون تمام؟ تمام ميكانيزم ذات تريجر زي ما حكينا عندنا اللي هو اللي هو حكينا فوق وبيجي تحتيه عندنا اللي هو اللي هو زي ما حكينا الكيمو رسيبتور تريجرينج زون فهذا الكيمو رسيبتور تريجرينج زون located outside the blood brain barrier so also can respond directly to the stimulus in the blood or the cerebral spinal fluid فهو هم بيحكينا انه انت بتقدر تستجيب لأي ستيميولاي في البلد او في ال cerebral spinal fluid لانه انت هون برا لبلاد brain barrier فانت لانك برا لبلاد brain barrier بتقدر تستجيب لأي ستيميولاي تمام؟ تمام هاي اللي هو ايش السي تي زي والسي تي زي ما حكيت لكم بتأثر في مجموعة من الدراجز رح نحكي عنها كمان شوي او في مجموعة من الميتابوليزم زي مثلا الاسيدوسز فالمريض قل نكتبها المريض اذا بيصير عنده اسيدوسز اسيدوسز فممكن يصير عنده ايش فوميتينج لانك اثرت على السي تي زي سنتر او دراجز زي اشهر دراج اللي هو الديجوكسن وهذه نحكي عن مجموعة من الدراج مهمات ولكن اشهر واحد الديجوكسن تمام؟ او ايش ان تأثرت على السنترال مباشرة زي ما حكينا على الفوميتينج سنتر مباشرة سنترال فوميتينج اللي هو ايش ايه في المدولة فزي ما حكينا في المدولة بيجي هنا سي تي زي اللي هو زي ما حكينا في المدولة سوري بيجي هنا الفوميتينج سنتر زي ما حكينا فعشان هيك باظه بكون موجود فوق الريسبراتوري سنتر تمام؟ تمام طيب حكينا عن السي تي زيد حكينا البريفرال اللي هو طالع من ال GIT صح حكينا فشو حكينا حكينا إذا صار أي irritation في ال Gas and Institutional System زي Obstruction مثلا Obstruction صار Obstruction في الصمام اللي تحت فهون صار مثلا عندك Obstruction في الصمام اللي بيطلع من المعدة مثلا هي المعدة تمام حكينا زي V-shape هيك هيك لا هي هيك المعدة صح فهاي هي المعدة طلع الرسم السيئة فهاي هي المعدة مثلا فهاي أوش هذا هو بنسميه البايلورس صح هذا بنسميه البايلورس الصمام اللي بيطلع من المعدة لإيش لل small intestine أو لدوادنم وهذا إيش بنسميه الكارديا هذا هو اللي هون بنسميه الكارديا اللي هو الصمام اللي بيجيب من مين من الأسوفيغس وبصب بيطلع على المعدة تمام فإذا صار عندك بلوك هون مثلا Obstruction فرح تبلش الأكل والمواد تتراكم في المعدة صح فإذا تراكمت زيادة عن لزوم انت هيك رح تحفز لماذا؟ لأنه رح يشير يفرز سيروتونين ولما يفرز سيروتونين انت هيك بتحفز اللي ايش اللي بيطلع تمام؟ تمام فهون إذا صار Obstruction صار Stasis مثلا المعدة بطلت تتحرك زي الناس فبطلت تطلع فنزل البرشر في المعدة كثير لأن المعدة بطلت تطلع محتوياتها لأنها صار فيها Stasis أو مثلا Paralysis جزئي أو شغل زي هيك فصار يتراكم الكمية فأي إشي بيخلي بتراكم في المعدة أي Irritation أي Inflammation في المعدة كل هذا راح يحفز سيروتونين ريليز ولما تحفز سيروتونين ريليز راح تطلع في Reflex Afferent Fiber Reflex على الـ CTZ أو على الـ Vomiting Center راح تنزل في إيش بVomiting تمام؟ تمام فهذه هي الفكرة على الـ GIT وحكينا السيروتونين أو اللي هم الـ 5HT3 Receptor طيب الـ Visitibular Center حكينا هذ إيش المسؤول على الـ Motion sickness اللي وزم حكينا بواحد اللي هو ركب في البحر Motion sickness اللي هو برضو الـ Histamine وما إلى ذلك كله بيعملنا مشكلة بالـ Visitibular تفاصيلها بيش مهمة ولكن بهمنا الـ Visitibular نعرف أنه motion sickness وهيستامين وما إلى ذلك تمام؟ تمام فها هي كل الفكرة المقدمة اللي حكينا عنها هنشوف الـ Ethiology تاعت المرض اللي هو المتنج طيب الـ Ethiology بقول لي Infections Viral or Bacterial Gasoenteritis Hepatitis أي Infection أو Inflammation قلنا شو راح يسوي راح يحفز المعدة أو gasoenteritis system بشكل عام يطلع سريتوان عنه السريتوان زي ما حكينا بريفرالي راح يشتغل على السريتوان receptor أو مني على الـ H1 شو رح يسوي اللي هو بطلع بـ زي ما حكينا صح ولا لا الأقضي راح تحفز السريطون يطلع ويصير لأنه هي مش قادر تتخلص منه من اللي هو الانس أو الانالكنال فمستطع تتخلص منه يعني مش منطق يظلوا موجود في المكان فهي راح تحفز سريطون ويطلع السريطون راح حفز انه طلع لي هاي المحتويات إذا مش من تحت طلعها من فوق فهو راح يصير يطلع فعليا للمحتويات من فوق إذا فيه إنا مش قادر يطلع من تحت تمام يعني بكون واحد عنده هاي الريسبتر اللهم اللهم بتكون حساسة زيادة عن اللزوم فمجرد طلعت شوي سريتونين راح تعملنا فهدول منسميهم المرضى عندهم يعني بصير عندهم الفوميتينج باستمرارية ليش؟ لانه عندهم بالرسبتور حساسات زيادة عن اللزوم او المعدة حساسة زيادة عن اللزوم بتطلع سريتونين كثير تمام؟ مثل الواحد معه صداع شو حكيتلكو؟ صداع وين؟ على الفيزي تيبيلر سنتر فانتو عندك صداع موشن سيكنس كذا على الفيزي تيبيلر سنتر راح تحفز الفيزي تيبيلر سنتر اللي هو في الأذن هو راح يرتبط على الام وون والأتش وون راح يعملنا مايد فومتينج هس حكيتلكو عنها هون ورسمتلكوها الرسمة الخرافية صح ولا لا هون برضو من أكد المو ببتك ألسر ديزيز قلنا أي إريتيشن في المعدة شو راح يعمل راح يعمل بوميتينج ممكن تمام؟ وهو يحط عليها خط وهي في ري أمورتونت بوست أوبيرتوAir بعد العمليات فبعض العمليات مثلا في الかس وأنتيسسن السيستم بعد أي عملية في الجسم أنت هون ممكن الجسم يكون مخربط الدنيا و مخربط وضعه خاصة في الگاس وأنتيسسن السيستم لما تكون أنت عامل علملي وكذا راح يسير عندك زي ما حكينا مضاعفات العملية اللي هي الاريتيشن والكذا هذا كله راح يعملك بريلس يمكن يعني بعد العمليات عشان نمنع الفومتينج نعطي زي ما حكينا أنتي بوموتينج وهو الأمر مهم جداً اللي بحكي لكم عنه أنه بكون سيفير أو بكون دائماً إيش بكون حاد هذا الفوميتنج فإحنا بنحاول نعطيه من أقوى الأنواع فالبوست دائماً بأخذ من أقوى أنواع الأنتي فوميتنج اللي هما زي مين زي 5HT3 بلوكر تمام تمام فهو أفضل إيش رادييشن رادييشن هو بعمل إريتيشن كلنا نعرف أنه الرادييشن فيها راح يحفز الفري راديكال اللي هو رياكتف أكسجين سبيشن صح هاي راح تدمرنا السلم وتعمل إريتيشن يا إما في يا إما في أماكن أخرى مثلاً في وكذا فهو إيش فنادر طبعاً في الرادييشن فهو رياكتف أكسجين سبيشن إريتيشن بطلع في أفيرانت فايفر نفس الفكرة برضو الرادييشن نقدر نعتبره شوي حاد أو قوي شوي فهو إيش الرادييشن المشكلة فيه شغلي ثاني مش بس إنه حاد ويأثر على الرادييشن المشكلة في الرادييشن إنه بهيج السي تي زد بيهيج السي تي زد أو بيهيجه فأفضل علاج للرادييشن مين هو الدوبامين بلوكر أو دي تو بلوكر صح؟ ليش؟ لأنه هو في السي تي زد قلنا مين أكثر ريسبتور مشهور عنا في السي تي زد أنا حكتلكوا إياها اللي هو الدوبامين أو دي تو دوبامين ريسبتور فهو رادييشن راح يأثر على المعدة فيه فهو بزبط 5HT3 ولكن اللي بزبط أكثر الدوبامين بلوكر لأنه حكينا له إلى تأثير خفيف على 5HT3 وإله التأثير الأكبر على مين على دي تو فالدوبامين بلوكر رائع جدا في عمليات الرادييشن الكل يحكي لي يلا بصوت واحد anti-colonargic drug أو anti-histamine ليش؟ لأنه مائلد ليش بتكون؟ لأنها فإيش منعطي؟ يا إما منعطي anti-colonargic drug يا إما منعطي anti-histamine صح ولا لا؟ anti-histamine تمام؟ فهاي هي الفكرة وشو حكينا؟ حكينا في بعض أنواع الأدوية حكينا كل هذا وحكيناها فوق نحن قاعد من راجع بعض أنواع الأدوية شو حكينا شو بتعمل؟ بتعملنا بتهيج c-t-z center وشو حكينا؟ وراح تحفز إذن هون شو راح تأثر؟ راح تأثر وتهيج c-t-z center صح ولا لا؟ زي مين؟ زي أشهر بمثال شو حكيت لكم؟ دي جوكسن طب مين يليه؟ يليه الأبيويتس الأبيويتس هي المسكنات القوية زي اللي هم أدوية القحة وكذا بتكون تتكون أبيويتس دي جوكسن مشهور احنا قلنا نافينا في إثبات فإحنا بنحكي راح يعمل طب الدوبامين راح يعمل يعني بحفز صح ولا لا؟ فإنت هون راح تعمل لأنه قلنا الدوبامين شو بسوي؟ دوبامين 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 الاجونست وح يحفز الفوميتسنج أي دواء دوبامين الاجونسтов راح يحفز الفوميتسنج الحالة نسي مدخني بقول للجوق لحد دوبامين ومش هارمون السعاد ليش بشو بدنا نستخدم في دوبامين يعني اغونيس يعني في ادوي فيها دوبامين باقل لك ياس في ادوي فيها دوبامين اسلا يستخدم في عمليات ذي بتعرفوا والكارديك شوك والايبوفليميك شوك والانواع الشوك يعني خاصة والهايبوفليميك شوكو معض دوبامين تمام 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 هارمون بايز دراجز زي عسبيل المثال نوقت اللي هو الاسيت الكولينيستيرزال measurements اخذناها في الاماس اس عشان اكون قريب منكم شوي فالهرمون باست دروكس مثلا زي ايش اسيت الكوميس ترانكس تمام اللهم زي ايش زي فيزيوستيجمين بيردوستيجمين وما الى ذلك كيمو ثيرابي هون من اكد على موضوع الكيمو ثيرابي حكتلكو اذا هاي كل الالاجات عشو راح تأثر عالسي تي زد الكيمو ثيرابي يا جماعة عشو راح يأثر راح يأثر عكل مكان سواء راح يأثر عالسي تي زد سواء راح يأثر عالسينترال اللي هو الاش 5HT3 ولكن هذا ايش ام نقول على المدى الطويل طب على المدى القصير راح يأثر فقط على الGI لانه هو بيعمل اريتيشن في جي ايه صح فعلى المدى القصير راح يأثر فقط على الGI ورح يعمل الانديوس للفوميتنج عن طريق الGI ريفليكس اما على المدى الطويل فرح يوصل الCTZ وال5HT3 وهون يعملنا تأثير على المدى الطويل فهون منسميها كيمو ثيرابي انديوس نوجيا انفوميتنج كيمو ثيرابي انديوس نوجيا طلعوا الكيمو ثيرابي على المدى الطويل بيأثر على الCTZ وال5HT3 وبرضو بلقد نضيف عليها الفيزي تي بيلر طب مينا سيقول لي كيف لانه اطلع منا نوجيا وحكينا النوجيا لما يصير واحد عنده نوجيا وغثيان ممكن هيك يصير عنده فيرتيجو والفيرتيجو شو راح يعملنا فوميتنج لانه اثر على الفيزي تي بيلر سنتر فاطلعوا كيف كل الموضوع مترابط في بعضه كيمو ثيرابي انديوس نوجيا انفوميتنج حكينا سبعين الى ثمانين بالمئة من المرضى اندر جو كيمو ثيرابي اكسبيرانس نوجيا اند اكسبيرانس نوجيا او اند فوميتنج فسي حكينا حوالى ثمانين او سباخد كيمو ثيرابي راح يكسبيرانس هاي الشغلات اللي هي نوجيا والفوميتنج سبديفايد انتو هاي النوجيا خاصة او الفوميتنج احنا بتهمنا طبعا في المحاضرة هي بتتقسم الى انواع اكيوت فيز او شورت زي محكينا هازه فوين بيكون مانلي؟ الرف unexpectedly ماان التى من القطوة اللي هو اييش? بتقسم الى thứ24 وين المتهما في اول ما حاخذ كيمو ثيرابي رامى اخذ Zelda انت لما ت Bed Egg Caterpling في ملوانت Wrong فانت لما تعمل نتو Start pain اصبق اييش؟ زي محكينا فونات طيب الفونات falar ANC para young'gefähr her حكينا الافتر 24 ساعة من راح يبدل ايش اثير على 17ان على 17ان وعلى Shenan وعلى المن وما إلى ذلك تمام تمام ANTICIATORY PHASE ANTICIATORY هاي VERY IMPORTANT ANTICIATORY شو يعني? هاي 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 هسا في بعضهم بفكروا إنه الانتيسيباتوري فقط للكيموثيرابي لا الانتيسيباتوري فكل إشي ولكن هو نحن نخصها فالذكر في الكيموثيرابي فكيف ننفهم الانتيسيباتوري يعني انت قبل ما تاخذ الكيموثيرابي مجرد الفكرة إنك بدك تاخذ الكيموثيرابي وإنه بيعمل فوميتنغ نتيجة الاموتين شو حكينا رح يتحفز مثلا واحد ان اخذ بساء الورجيك شو يعني هسا انت توتر مفروض يصيبك ايش في الامتحان فهون الواحد بكون خايف قبل الامتحان ومتوتر وبتلاقي عليه ادفرس افكت تاعت السيمباتيك والبرسيمباتيك ليش لانه صار عنده فهو قبل الامتحان خايف ليش لانه خايف من الامتحان فهو مثلا عارف انه الامتحان رح يجي صعب او عارف انه الامتحان مثلا احيجي سهل فهون ايش فبتصيبه انتسباتوري فيز طب هسا ايش بيقول لي واحد بيقولك شو عارف انه يجي الامتحان سهل فيه ناس بتخاف انه يجي الامتحان سهل فيه ناس بتخاف انه يجي الامتحان سهل كيف الناس بتخاف انه يجي الامتحان سهل بيقولك والله انا خايف يجي الامتحان سهل واربه زبطش في السهل فيه ناس ايك ايش غريب ولكن ايك فزي ما حكينا انتي سيباتوري بكون خايف من ايشي ما صارش فهون هو خايف من ايش من الفوميتنج اللي بيعملوا الكيموثرابي فرح يصير عنده فوميتنج قبل الكيموثرابي فهون احسن حل تخليه ينسى احسن حل شو تخليه ينسى معناها منعطيه اشياء بتنسي طب شو هي هاي الاشياء اللي بتنسي اللي هم اللي رح نحكي عنهم في هاي المحاضرة بعض الادوية بتكون خفيفة لطيفة مش قوية تأثيرها مائل ومش هالاشي القوي هدفها تنسي المريض غالبا تمنع الفوميتنج على طريق انها تنسيه انه بديوغ الكيموثرابي كده فزرح كينا لما يفكر انه رح يوغل كيموثرابي رح تيجي هاي الحالة فهون بحكي لي هاي الجملة معناها زي ما بنعرف ودائم نعرف كومبانيشن كومبانيشن از ايش از بيتر دان مونو ثرب اذا في ادوية الانتياميتك كومبانيشن از بيتر دان مونو ثرب مين بذكنا هاي الجملة في الانتيهاي بردنسيف دراجز كنا نحكي كومبانيشن از بيتر دان مونو ثرب ليش نفس السبب هون نفس السبب هناك عشان نقلل الادفرس افكت ونعطي ايش تريتمين ونقلل الادفرس افكت لأنه كل دواء إذا بنعطيه مونوثرابي راح نصير نزيد في الجرعة فلما تزيد الجرعة أنت احتمال توصل للأدفرس إفكت أسرع أما لما تعطي دوائين هذا بتعطي منه جرعة خفيفة وهو جرعة خفيفة فالثنين بعطوك إفكت أحسن وبجرعات خفيفة فإنتهيك بتقلل الأدفرس إفكت كيموثرابي انديوس نوجة أم فوميتنج انفولوانس فاكتور حكايا لي فيه أشياء بتأثر وهي اللي بتعملي النوجة أم فوميتنج فأول إشي نوع الكيموثرابي ممكن يعملنا اللي هو يأثر على النوجة أم فوميتنج ممكن تكون خفيفة الفوميتنج نتيجة لنوع الكيموثرابي فبحكيري هون مائلد بتكون الفوميتنج خفيف لما تعطي ميتوتروكسيت فلما تعطي الدواء الميتوتروكسيت هاد اللي هو الكيموثرابي الترديشنال الكيموثرابي لما تعطيه راح يكون الفوميتنج مائلد فإنتهيك بتحاول تعالج في إشي مش قوي كثير أو جرعات خفيفة لما يكون مودريت غالباً بيكون مع الدكسيروبسن فالدكسيروبسن هذا الأحمر إذا تذكروا فهذا الدواء الأحمر اللي حضر بريكينج باد كان اللي هو قاعده طبعاً فعلياً البطل بيكون معه أدينو كارسينوما فالبطل لأنه معه أدينو كارسينوما بيكون علاجه كاتب له دكتور دكسيروبسن ففي حلقة من حلقات بيكون قاعد وهيك وحطين طبعاً فيه الهم الكانيولو وطبعاً بيأخذ الدواء بالإنفوجين فبكون فعلياً الدواء لو تطلعوا اللونه أحمر أحمر فهون إنت إيش بتعرف إنه هذا الدواء اللي قاعد بيأخذه هو فعلياً دكسيروبسن تمام؟ فهو بيأخذ دكسيروبسن فعشان ما تنسوش دكسيروبسن is moderate تمام؟ فآخر إشي سيفير إميتيك بوتينشيال عملنا إميتيك سيفير 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 هون شو حكينا بنحتاج لدواء قوي زي 5HT3 بلوكا لما نيجي نعطي السيس بلادن السيس بلادن من اللي هم أدوية اللي هم الكيمو ثرابي اللي أخذناها في سيستم الهيماتوبايوتيك أند لينفويد اللي هو الـ HLS تمام؟ تمام؟ إذن أول إشي بتعتمد على النوع الكيمو ثرابي ثاني إشي النوع جاء بتشتعة عالدوز إذا زيتت الدوز راح تزيت إذا قللت الدوز راح تقليل على الـ route of administration وفي ناس تقول route وفي ناس تقول route ولكن يعني تقدلي فـ route of administration لما يكون IV ممكن انت تعرف رأي الـ IV بوصل مية بالمية by availability فرأي عملنا vomiting أسرع ورح يكون vomiting أكثر من الأورن تمام؟ schedule schedule اللي هو قديش بأخذ جرعات مثلا أنت بتأخذ جرعتين في اليوم تأخذ أربع جرعات في اليوم فأكيد لما تأخذ جرعات في اليوم راح تأثر على الدوز صح ولا لا؟ فهاي هي الفكرة patient variables فممكن نفسه المريض يكون في اختلافات بين الناس والبشر تختلف زي ما حكينا صح؟ فـ يا أيها الذين آمنوا أنا خلقناكم يا أيها الناس إن خلقناكم شعوبا وقبائل لتعرف فهي الآية صحية فهون منيقول فنعرف شعوبا وقبائل يعني دائما الناس تختلف فنعرف انه الاختلاف بين الناس دائما بعملنا اختلاف في استجابة هذه الناس فدائما ما في بشر بكونوا نفس الاشياء لازم يكون في الاختلاف فهم نقول اليونج بيشنت أكيد يونج لسه يافع لسه بكون لسه مش متعود على الكد الحياة وكذا والوومن برضه هون بكونوا أكثر حساسية لهم الكيموثيرابي من الأولدر اللي زهجان الدنيا زي ما نحكي والمين تمام فالأولدر والمين بتحملوا أكثر من اليونج بيشنت والوومن تمام تمام كيموثيرابي اندوز نوجا وفوميتنج فهو بيحكي لي فانت لما يسير عندك نوجا وفوميتنج نتيجة هاي الكيموثيرابي فانت مش فقط راح تأثر علي كواليتي أوف لايف فبرضه راح تأثر الباستنس ممكن يبطل بالديو يوخذ الدواء لما يظلوا يطلع في فوميتنج وهذا ويلاقي محرج الأمر فتطلع عليه الناس وهذا فببطل بديو يوخذ الدواء فمش فقط تأثر لكواليتي أوف لايف بيصير حياته شوية متعبة وكذا فممكن ممكن بطل بالديو يوخذ الدواء مطاوعة المريض بتقيل تمام؟ ان كنترول فوميتنج كان برويوس ديهايدريشن إذا زاد الفوميتنج عن حده ممكن يعملنا ديهايدريشن جفاب لأن الفوميتنج قاعد بيطلع في السوائل برضو ممكن يعملنا أسيدوسيز فطلعوا كيف الحلقة أو اللوب بنسميها اللي هو مثلا صار لنا زيادة بالفوميتنج الفوميتنج يعملنا أسيدوسيز الأسيدوسيز شو حكينا راح يحفز السي تي زد سي تي زد لما تحفزش فطلع كيف سير زيد نفسه فديهايدريشن بروفاوند ميتابوليك امبالنس ممكن يعملنا ميتابوليك أسيدوسيز وما لذلك نيوتريانت امبالنس أو ديبليشن فهاي كل الشغلات اللي ممكن نعملها الكيموثيرابي اميتك اكشن أوف ذا كيموثيرابي زي ما حكيت لكم الكيموثيرابي بيشتغل على كل مكان في الجراعات الخفيفة راح يشتغل بريفرالي في الجراعات بشاري مش في الجراعات الخفيفة في البداية اللي هو في الشورت ديوريشن او اللي هو ايش اللي هو الـ تمام تمام فكيف نسيطر على الكيموثيرابي راح نحكي عن مجموعة من الدراجز هذور راح نحكي عنهم بالتفصيل هسه وهون راح نرجع لهاي الملاحظات بعد ما نخلص الدراجز تمام فهاي الملاحظات تؤجل لعبين من خلص الدراج عشان نفهم الفكرة هم يحكي لنا اول دواء يستخدم اللي هو الفينوثايازينز الفينوثايازينز هم اول عائلة تستخدم والفينوثايازينز اشهر اجزامبل عليها مين هو؟ اذا اللي هو ايش؟ اللي هو البروكلوروبروزين فعننا الدواء اللي هو من عائلة الفينوثايازينز اللي هو البروكلوروبروزينز تمام؟ فهم نفس العائلة فهاي هي العائلة وهذ هو الدواء الوحيدة التي لا نعرف من العائلة شو الميكانيزم؟ بيعمل يعني دوبامين ريسيبتور بلوكا يعني دي تو ولا دي بشكل عام؟ هون بحكي لد بشكل عام هون احنا حكينا الدي تو هي الموجودة في ال champions هون بحكي لي بعمل دوبامين ريسبتور أنتاغونيزم بشكل عام فبيأثر سنترلي على الـ CTZ وبرضو بيأثر على أي ريسبتور في دوبامين سواء D1 أو D2 فرح يكون إلو مور أدفرس إفكت لهم أكثر من الاسبسافيك فعنا الاسبسافيك هم بعملوا بلوك فقط للـ D2 أما هذا رح يهم البلوك لكل الـ D اللي تاغون الدوبامين فدوبامين ريسبتور أنتاغونيزم زي ما حكينا لو تو مدريت لو تو مدريت هم مين اللي هم تعون الدوبامين بلوكر لأنه إيش مشتغل على الـ CTZ طب مين اللي فقط في اللو أو في المال اللي هم إيش تعون الـ M1 وإيش و H1 طب مين في الـ High فقط اللي هو 5HT3 هذا اللي هو في السفير أو اللي هو السفير كاسز أو إيش دائما نعطي combination تمام؟ فمنستخدمه في شو حكينا أنت لما تعمل بلوك للـ D2 شو حكينا أول إيش رح السلندك فأول شو ثاني إيش اللي هو إيش سمناها اللي هي إيش اللي هو هيا وينها وين صرناها إذن أول حكينا سيداشن هيا اللي هي إيش اللي هي نتيجة التأثير على الـ Dorsal ganglia أثرت فقل الدوبامين فلما قل الدوبامين رح السلندك باركنسونيزم لايك اكشن إكسترا بيراميدا إفكت سيداشن وأورثوستيسز أورثوستيسز يعني تشبه خلنا أشبه لكويا هي طبعا مش نفسها ولكن تشبهها كتير لي إيش البوسترال هايبوتينشين شو واحد يكون نايم وي لما يوقف هيك بنزل ضغطه زي ما حكينا هاي نفس الفكرة اللي هو بنصير عندنا هايبوتينشين نتيجة البلوك للدوبامين لأنه الدوبامين بيشتغل زي إيش بنفرم برفع الضغط تمام فهون إيش فمنحكي إنه راح ينزل الضغط فجأة فهون لما ينزل الضغط راح يصنع أورثوستيسز فممكن المريض لما يوقي يكون نايم ويوقف ينزل ضغطه فجأة تمام تمام فها هي الأدفرس افكت كلها زي ما حكينا تأليم من الريسيبتو تعوون الدوبامين أكيد كل ما نزيد الدوز ولكن راح نوصل بشكل أسرع فزي ما حكينا الحلو دائما ما يكملش فإنت رفعت الدوز صار عندك ولكن راح يصنع عندك أدفرس افكت طيب اكسرا بيراميد الأفكت حكينا عنها نظل نعيد فيها اذا مش قادر يقعد زي الناس مسل كونتراكشن ديستونيا بس عندهم المسل زي ما حكينا تتقلص هيك مش قادر يمشي تريمورز بورجوف ستيف مصل سلود موومنت مش قادر يمشي زي الناس باركينيزيا تيبكالي ديوتو بروبلم ان ذا بيز القانجليا او 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 اتس كونكشن لأنه نزل الدوبامين فهاي هي اللي حكينا عنها اللي هي الباركنسونيزيم لايك اكشن فهذا اول دو اشتغل على الدوبامين بلوكر يستخدم للكيمو ثرابي في حالات المودريت او اللي هم اللوم ثاني دواء اللي هو 5H3 ريسبتور زي ما حكينا شو اول 5H3 سبير او ايش اللي هو ايش اللي هو اقوى دواء فيستخدم في اقوى الحالات فهون هدو هم ال 5H3 ريسبتور بلوكر اكزامبل اللي هم مين اللي هم ايش اللي هم يعني اربع ادوية اشهر واحد الودان سترون اذا اودان سترون اشهر واحد اودان سترون وكلهم اخرهم سترون فبس الواحد مطلوقه احفظه اودان سترون وكلهم سترون 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 تمام اللي هو اودان سترون قار سترون قلانو سترون دال سترون تمام ميكانزم وفاكشن شو حكينا رح يعمل بلوك فهو إيش رغعمله 5HT3 اللي هوم الـ serotonin receptor اللي هوم الـ 5T3 الـ 5HT3 Titanin Type Receptoren راح يعملها block visceral vagal afferent fibers فهو إيش البريفرات حكينا اللي هو fiber inside الafferent fiber راح يعمل الblock لهاي الرسبتورات اللي على الafferent fiber فهاي الرسبتورات اللي على الafferent fiber راح يعملها block طب لشو مستخدمه حكينا the most potent and the longer the duration إذن هون the most potent and the longer duration فهو هون إيش يتخصص القوة potent وأحسن إيش وأحسن duration إذن long duration و potent قوة تمام طبعا إذن يستخدم كيمو ثرابي إيجاد نوجيا وفوميتيج طبعا فعاليته قوية جدا 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 ولكن للأسف دائما لما نعرف اللي يكون الدواء قويها دائما الحلو ما يكملش فالأدفرس إفكت إلو عالي فاطلع كيف جرعة واحدة قبل الكيمو ثرابي تكفي وزيادة تكفي وزيادة ليش؟ لأنه قوي كثير فكلهم بصير لهم ميتابوليزم في الليفر اللي هو أشهر واحد جهت dolz adjustment in hepatic disease فكلهم ميتابوليز في الليفر ولكن أدانسترون ميتابوليز extensively in the liver فبدك تعدل الجراع لما يكون عندك المريض معه hepatic disease exclusion بصير عليه ميتابوليزم في الليفر بعدين بروح بيصير سوليابل فبروح على يورين عشان يطلع الوحيد اللي بده تعديل الجرعة أودان سترون لأن هؤلاء هم 5HT3 بلوكر وحكيت للكون راح أحكي لكم شو هو الاختصار اللي هو عبارة عن هايدروكسي تريبتامين هايدروكسي تريبتامين اللي هو الاسم القديم لمين للسيريتونين تمام؟ تمام 5HT3 ريسبتور بلوكر حكينا الأدفرس إفكت اللي هم خطيرة وأخطر الأدفرس إفكت برولينجيشن أو في كيو تي انتيربل لأن الدوبامين تذكر روش حكي لكم يستخدم في عمليات اللي هو الكارديوجينيك شوك فالدوبامين إلو تأثير على القلب فإنت لما تعمل بلوك للدوبامين ممكن تأثر على القلب وتعمل كيو تي انتيربل برولونجيشن يعني تطبط من عمل القلب وهيك ممكن تأدي للأريثمية وإنت إلو عدم انتظام في ذربات القلب وتعمل مشاكل سوى برولونجيشن أو في كيو تي انتيربل كان أكر وذ دال سترون فمينلي دولا سترون سوى مش دال سترون دولا سترون مينلي وبرضو في الهاي دوزز وفي دان سترون يعني كلهم في الهاي دوزز بعملوا لنا كيو تي انتيربل مينلي الودان سترون اون دان سترون في الهاي دوزز والدال سترون لا في هاي دوزز ولا شي في الطبيعي في الطبيعي الدال سترون بعمل كيو تي انتيربل بدون هاي دوزز الون دان سترون أحسن شوي في الهاي دوزز تمام؟ فهو فقط يستخدم في الحالات الصعبة جدا 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 يعني فعليا بطل يستخدم فبنقدر نقول فعليا بطل يستخدم الدولا سترون ليش؟ لسببين اول شي انه بعمل على الجرعة العادية ثاني شي لانه في بدائل احسن منه زي الاندان سترون اللي هو ممكن على هاي هاي دوزز يعمل هاي المشكلة فهو احسن منه فعليا فانت قابل ما تبارش العلاج اعمل إي سي جي للمريض إذا عنده مشاكل اصلا المريض في القلب تعطيهش الهو التش تي ثري بلوكار أصلا تعطيههمش لانهم كلهم في احتمال زوده الكيوتي فتطلع على ال إي سي جي فمن المحاذيه الدائما لما نحكي اي دوة بعمل الكيوتي برولاكيش لازم نعرف اول شي نعمل للمريض إي سي جي نشوف اذا عنده مشاكل في القلب او لا نظلنا مراقبين المريض على الأي سي جي طول فترة الإلاج من راقبة على الأي سي جي ثالث إشي أول ما تروح القصة أول ما تحس إنه الفوميتنج خلص يعني فيش فوميتنج أو مش راح يستيرنده فوميتنج بتوقفه مباشرة فبتعطيه على شورت ديوريشن يعني الدواء بتخليوش يكون معه على مدة طويلة ببالك يتراقب الأي سي جي وقبل ما تعطي الدواء بتشوف الأي سي جي بتخدم في الهم الكيمو ثرابي واهمهم أهم إجزامبل عليهم من هو الميتوكلو برا مايت فيه دواه ثاني مهم مهما لهه دمبردون ولكن الدكتور مش طلبته منه ولكن فعليا هو صدقا مهم ولكن لقيش لأنه دومبريدون لو تشوفه في أي دار في أي دار أي مريض بوقت أنتي فوميتينج افتح الصيدلية أو افتح الثلاجة بتحطه في الثلاجة ده مثلاً بتلاقي دومبريدون ففعلياً لازم وجد الدومبريدون في هاي المحاضرة ولكن لم يوجد ولكن وجد شبيهه اللي هو متوكليبرامايد نفسه يعني منقدر نقول الدومبريدون نفس المتوكليبرامايد ولكن فيه اختلاف خفيف بيكمل شغله فمش راح نفوت في التفاصيل لأنه مش مطلوب منه بس اعرفوا الدومبريدون زي المتوكليبرامايد عشان اللي بشوفه في الصيدلية أو اللي جده أو جده بتسأله يكون عارف وما يكونش بيعرفش تمام؟ طبعاً متوكليبرامايد ميكانيزم أوف اكشن متوكليبرامايد شو الميكانيزم أوف اكشن؟ بلوك دوبامين ريسبتور طب بشكل عام ولا فقط؟ فقط الديتو فطلعوا سبيسافيسيتي سبيسافيسيتي إزبتر دائماً السبيسافيسيتي قبعناها إيش؟ less adverse effect بالمين؟ من الفينو الثايزينز اللي هو البروكلورو بيرزين تمام؟ تمام طبعاً إذا المتوكليبرامايد the most important يستخدم في المايل زي ما حكينا لأنه دي تو عال سي تي زيد إميسيز إذا نيوزز في الإميسيز الإميسيز اللي هي حملات الفوميتينج يعني نيوزز بالفوميتينج الكيموثيرابي انديوس نوجي عن فوميتينج and diabetic gastroparesis حكينا لما في بعض أمراض المريضين السكري بيسمونهم gastroparesis شو يعني gastroparesis؟ حكينا بتوقي في المعدة أو يصير بطيئة كثير كثير gastric moturity شو حكينا إذا صارت بطيئة رح يتراكم الأكل شو حكينا؟ رح يطلع سريتوني رح يطلع في reflex gastric reflex فهون رح يرجع ويعملنا فوميتينج طب ليش إحنا يعني خصصنا gastroparesis هناك حكينا في أي مشاكل في الاريتيشن في الانفلميشن في المعدة كنا نعطي 5HT3 وحكينا أفضل لأنه في ريسبتورات 5HT3 موجودة في البريفرال ولكن ما في ريسبتور D2 موجود في البريفرال فشو السبب اللي خلانا نعطي دوبامين بلوكر على البريفرال لما كان فقط في حالات gastroparesis في حالات gastroparesis يا جماعة اللي هي نقص الحركة الحلو في الدوبامين بلوكر رح يعملنا شغلتين الدوبامين بلوكر يا جماعة رح يسكر من فوق ويفتح من تحت فشو يعني اللي بحكي لكم يا هاي مش فقط لمحاضرة وايضا لمحاضرة فإذا فهمتوا هاي رح تريحكوا في محاضرة فهون نحن حكينا هاي للسمك صح هاي للسمك تمام وهاي وهاي هاي تمام فهاي الكارديا هاي البايلوروس مظبوط طيب هون لنا صمام حكينا anatomical وهون physiological sphenector يعني باختصاص sphenector الحلو في الدوبامين بلوكر دوبامين مش هدفه يطبط الرسيبتور اللي هو الأفيرنت اللي حكينا عنه لا هو هدفه يحل المشكلة من الأساس شو اللي عامل أصلا اللي ممكن يحفز سريتونين اللي هو يرتبط على اللي هو 5HT3 رسيبتور يعملنا اللي هو وجود الطعام اللي هو قلة حركة المعدة فالحلو فيه انه بسري حركة المعدة طب كيف بسهلها كيف بسهلها بسكر من فوق انه ما يجيش أكل كمان فبسكر الاسوفيقس فالغاسترو بسكره عشان ما يجيش أكل كمان وبفتح من تحت بسهل هذا فتحة الصمام اللي هو فهون بسهل حركة اللي هو فبصير الأكل ينزل هون بسهولة وبطل يجي أكل فصارت المعدة تفضل فلما تفضل المعدة مش راح يطلع سريتونين فما راح يطلع في أفيرنت فايبر فطلعوا ما كان هدفي هون في اللي هو اني أشغل على سيبتور وأعمل بلوك فأنا عملت بلوك لريسيبتور الدوبامين اللي بريفرالي اللي كانت مسؤولة عن لسفينكتور لأنه الدوبامين بيكون سيمباثاتيك زيه زي النور ابنفرين وكذا فالدوبامين زيه زي النور في حالات الجيرد نعطي الدوبامين لسه لأنه تأثيره أعلى من النور ابنفرين أعلى لسفينكتور فبسكر من فوق وبفتح من تحت بسكر من فوق وبفتح من تحت وفي هون في شغلة بتهمنا كثير في هاي المعلومة في اشي اسمه استركترال اترياد هذا تكونوا عارفينه يعني اللي هو نسميه استركترال اترياد شو هو موجود فوق فهو فعليا طب شو يعني يعني راح يعملنا هذى الستركترال ترياد مش هو بتكون بنسميه استركترال ترياد كنا بنعرف لايف استرياد أول شيء ترياد يعني ثلاث معنا راح يكون لعنا ثلاث شغلات في هذى الستركتر أول شغلة اللي هو اولها طبعا كتبتلكو إسوفيقس أولها أو بالعمدن ليش؟ وصرح تشوفوا ليش ثاني إشي أو منقول إيش وثارث إشي اللي هو فهون فعليا لأنه ممكن تشوف بعض المصادر بكتوب لأنه ممكن تشوف بعض المصادر بكتوب لأنه مفروض ليش؟ لأنه في أمريكا بكتب الإسوفيقس هيك فبحط أولها أو زي أوديما فهون حتى اللي بكتب على الورد بشوف بتطلع عنده بتصحيح إنه حط أو فهون فعليا في أمريكا بكتبها لوس فبكتونش الور إسوفيقس تمام؟ عشان ليك إيش؟ الجيرد بتكون عندهم جورد تمام؟ تمام؟ فهون إيش؟ فهذا الدوبامين بلوكر رح يحملنا بلوك أو يعني رح يزيد التون في الور إسوفيقس رح يشده رح يسكره الور اند أوف إسوفيقس رح يشده والأبر بارت في السومك رح يشده فهو سكر المنطقة هاي كلها ورخ المنطقة هاي فسهل ومنع الأكل يجي عشان أتخلص من الـ تمام؟ عشان هيك خصصنا في عاملية الـ مدام الدوبامين رح يشده على الـ فش رح يعمل؟ سيديشن، هيدك، دياريا وشو كمان؟ إكسترابيراميدل سيمتوم طب ليش دياريا؟ زدنا الحركة هون صح ولا لا؟ فهي هي الفكرة رح يعملنا إكسترابيراميدل سيمتوم لأنه رح يقلل الدوبامين في الـ جانجليا زي ما حكينا بيوترا طيب نيجي على إيش؟ البيوتروفينوز البيوتروفينوز دويين، آخرهم دول تمام؟ آخرهم أو ريدول نقدر نقول إذن دويين آخرهم ريدول فنحفظ آخرهم ريدول يكونوا بيترا فينونز البيوتروفينوز برضو يستخدمنا اللي هو ميلكي، وهو ميلكي هم دويين درب ريدول وهلوب ريدول أشهر واحد للدرب ريدول الهلوب ريدول أقل شهرة فالأشهر اللي هو لدرب ريدول Möglichkeit of action دوبامين ريسيبتور انتاجونيزم. ولكن مش سبسيك عال دي تو. فشو رح يكونوا مور ادفرس افكت من الميتوكلو بيرامايد. تمام? تمام. بيوتروفينونز ار موديرتلي افكتف انت ايميتكس. مش قويين كتير موديرتلي افكتف. زي هم زي اللي قابلهم. ولكن مين رحكينا او اللي هم صح ولا لأ? صح. فهذا خلى استخدامهم محدود. مين بذكرنا? في اللي هم ايش? اللي هم اللي هم ولكن للأسف الدبريدرول والهالوبريدرول كلهم ايش? اللي هم البرولنجيشن اخطر من اللي هم ال 5HT3. اللي هم حكينا بال 5HT3 باستثناء الاول هو دي. كلهم ايش? كلهم مش يعني لازم ترفع جرعة كثير عشان يعمل كيو تي برولنجيشن. هذول لا. هذول في الجرعة دي ممكن يعملونا كيو تي برولنجيشن. فإذا الباسنت ما جاوب على الايجنت الثانيين 5HT3 بلوكر والمتوكولوبرمايد بتخليها اخر حل. يعني ايش? لانهم بعملو كيو تي انتيرفل برولنجيشن. هاي دوز اوف هالوبريدول ايواز فاند تو بي نيرلي از افكتيف از هاي دوز اوف متوكولوبرمايد. وحكينا السيس بلايت بعملنا سيفير اميسيز فدايما نعطي المتوكولو برمايد في كومبانيشن بي متوكولو برامايد ساح Brazilian زي�� مع السيس ليتن. فورجونا انه ال・ HoLouangenum بيشتغل زيه زي المتوكولو بريمايد كأفكت على السيس بلايتن ولكن مين احسن كلكون رح تحكولي المتوكولو برمايد لانه الأدفرس افكت اقل زي ما حكيانا هو فاش فيه Q2 in QT ange semester. بنزو دايزبينز شو حكيت لكم؟ حكيت لكم اي دوا حكينا اللي هم يكون عندهم اللي هم إيش اللي هو الانتيسيباتوري اللي هو حكينا اللي هو بس يعرف انه ديواخد كيميثوري بيصير راجع حكينا شو هدفنا نخلي ينسى طب شو معنى هم نعطيه إشي ينسى عالسنترال نيرفوسيس مين هو البينزو دايازيبيز اللي هم اللاروزيبام والألبروزوليم اللاروزيبام والألبروزوليم شو هدفهم يعني تاعتهم تقليل بعيفة أصلا ولكن شو هدفنا نقلل الانجزيتي والتوتر ونقلل ايش الامينيسيك يعني نخلي ينسى نخلي المريض ينسى مريض ما اخدش كيميثوري بي لسه بدي ياخذ فهون ايش بتهيئه فشو بتعطيه لاروزيبام صح ليش عشان تمنع الانتيسيباتوري فقبل الكيميثوري الثرابي بفترة تعطيهم طيب قبل الكيميثوري بمباشرة بالزبط مباشرة بنعطي اللي هم الفايب اتش تي ثري اللي هم في بعض الحالات زي الاودلتيرون زي ما هي حكيناه هون عشان نشوفه ونربط الأمور سنجل دوز بروير ده كيميثوري باي في فبروير مو هون لو قزلوا بروير يعني مباشرة بالزبط يعني انت بتعطي الجرعة وبعديها الكيميثوري مباشرة هذيك لأ هناك المعطي بفترة قبل تمام عشان تفرقوا بين الفكرة واحدش يقول لي انه هاي الجمده هي خلط كورتيكوستيرويتس يعني ما ظلاش مكان ما استخدمناش في الكورتيكستيرويتس صح أم لا كورتيكوستيرويتس يستخدموا للأنهانسمنت يعني لتحسين الاكشن350 هذو required اللي هم كل الائدراجزين متوكليبرامايد اللي هم دروبريدول كلهم عشان نحسن الاكشن تاههم نعطيهم على كورتيكوستيرويتس فهدفهم تحسين الاكشن زي مين زي الدكسيميثازون هو الأشهر او اللي هو ايش مثل بريدنيزولون مثل بريدنيزولون النون ميكانيزين ما حداش عارف ولا احنا عارفين حتى كيف بعملوا انتي انفلماتوري افكت ما حداش عارف كيف بعملوا اميون سابريشن افكت ما حداش عارف عشان ايك احنا بنحكي ايش احنا بنحكي ايش فها هي فكرة الكورتيكوسترويد وين تذكروا حكيناهم هذول حكيناهم في اول المحاضرة هون لما كنوا نحكي عن اللي هو في هون لما حكيتلكو في السي تي زي عنا نيورو كينن وسبستانس بي وبرضو حكيتلكو اللي هو هذول اثنين رح نحكي عنهم طب شو قصتهم هذول هذول قصة حتى في الستومك حكينا في شوية سبستانس بي صح ولا لا فها هي الفكرة فهذول قصتهم انه تأثيرهم قوي بس اكيد اضعف من 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 الفايف اتش تي ثري اكيد اضعف ولكن تأثيرهم قوي ومشكلتهم في الادفرس افكت الكثير كثير اكثر حتى من مين اكثر من البيتروفينونونز اللي هم الدربرودول والهالوبرودول اللي حكينا بطلنا نستخدم عشان الكيوتي انتيربن خديهم لاخر اشي فهون لسه هذول اخطر الادفرس افكتهم عشان هيك اصلا في بعض دكات رب بعطهم مش يعني ما ان بعض بشرحهم مش اصلا ليش بشرحهم مش لانه فيش حدا بستخدمهم يعني نادر جدا 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 ما نستخدم اكزامبل ابريبيتانات ابريبيتانت 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 او نتيوبيتانت ابريبيتانت 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 ابريبي and blocks the action of new natural substances فبحفزوا النيوروكينل ريسبتور فطرع كيف غيرنا كل سوري مش بحفزوا targets النيوروكينل ريسبتور فهم بيستهدفوا النيوروكينل ريسبتور هاي اللي حكينا عنها الان كي ون صح وإيش فالنيوروكينل ريسبتور هي المسؤولة عن صناعة السبستانس بي فإنت لما تطبطها رح تأثر على السبستانس بي وتمنع تكونه والسبستانس بي مهم في عملية الفومنتين ولكن للأسف هو مهم في شغلات كثير ثانية فالأدفرس إفكت لهم كثيرة كثيرة فيوز أونلي فور كيموثيرابي ان ديوز نوجان بومنتين كوزد واي هايلي تومدرتلي إيماتوجينيك كيموثيرابي فلما تلاقي إنه إيش آخر حل واحد هايلي إيماتوجينيك عنده مشاكل كثيرة بتعطيهم لأنهم زي ما حكينا أدفرس إفكت كثيرة لنتيجة الانهيبشن أوف نيوروكينل ريسبتور فرح يتطبط السبستانس بي برضو من أشكلهم الثانية غير الأدفرس إفكت هاي إنهم بيصير لهم ميتابوليزم بالسب بي 3A4 اللي هو السيتوكروم بي 450 فأي دواء بيصير عليه ميتابوليزم في السيتوكروم بي 450 هاي نفسها السب 3A4 رح يتأثر منهم فعشانيك الوارفرين والأورال كونترسيبتيف هذول بيصير لهم ميتابوليزم بالسب 3A4 فرح يتأثروا من وراء هذا الدواء لأنه بيعمل تأثير على السيتوكروم بي 450 تمام؟ تمام سايد إفكت فتيق المريض بتلاقيه تعب استواء على الآخر ديارية أبدومين البين هيكبس هيكبس إذ بدي أذكركوا شو هي هيكبس تذكروا كنا نحضر عسيئن زمان إحنا صغار تنينين فورسان قرية بيرك صح؟ لما حضرنا الفيلم اسمه هيكبس بالفيلم ولكن نحضر عسيئن نترجم بالعربي كان يسموه حزوقة فعليا هو لازم ما يترجم لازم يقوله هيكبس هيكبس ولكن إيش؟ ترجموها لحزوقة يعني ترجموها حرفي فهو فعليا هيكبس معناها حزوقة عشان اسمه بالإنجليزي كان هيكبس فبالعربي لو ما كنا نحضر فكان ندو حزوقة تمام؟ فهيكبس حزوقة يعني مصير عنده اللي هو من الأدفرس افكت هيكبس ولكن المشكلة الأدفرس افكت اللي هم وفيري هاي وفيري سيفير أدفرس افكت غير هذول كثير ولكن هذول أشهر إشي اللي هم الميتابوليز هم برجينا الافكتف او الانتي ايماتيك اكتيفتي حكينا مين أقوي شي؟ سيروتونين انتاجونيست فايف اتش تي ثري دونت فورجيت ات تمام؟ طيب مين بيجي بعديهم؟ سبستيتيوتيد بنزامايد طيب مين هم؟ السبستيتيوتيد بنزامايد مين بتذكرهم؟ السبستيتيوتيد بنزامايد اللي هم زي الميتوكلوبرامايد اللي هو من أشهر الأدوية وأكثرها استخداماً بعدها بيجي مين؟ اللي هم الفينوثيازين الفينوثيازين حكينا عنهم اللي هم ايش؟ اللي هم كانوا بجموعة من الأدوية زي ايش؟ زي اللي هم اللي هم كانوا تشوري دوبامين انتاجونيست اللي هم كانوا بشكل عام بيعملوا انتاجونيست بشكل عام زي مين؟ زي اللي هم دروب ريدول والهالو بريدول اللي هم كانوا يعملوا كيو تي انتربل تمام؟ فهم قويين ولكن اللي هم عالي فما يخليهم آخر استخدام بعدها بيجي عنا اللي هو البتروفينون البيتروفينون حكينا عنه برضو اا يعني كان ايش كان دوبامينulentا برضو وهون كان ايش زي مين زي اا هون ال motopραنان غدا هون انعكستها تمام هون انعكستها. فالبيتروفينون Murray وجئنا ام井 حكيمهم جدوبريدول والهالوبريدول تمام اذا البيتروفينون هم الدوبريدول والهالوبريدول وسنح markings it What I recommend for اما اللي هم الفينفcherزين زي مين زي اللي هم الدوبامين دوبامين ريسبتور انتاغونيست اللي هو البروك كلورو كينازين تمام فهو ايش اللي هو الدول الوحيد اصلا حكينا اصلا نهايته على زي ايازين ايازين تمام بلوك كلورو زي ايازين فها هي الفكرة وما فيها بعدها بيجينا الكورتيك ستورويدز ودائما ان كومبريشن انتيستاميل انتيكورونيرجيك حكينا ذول مستخدمهم فقط في حالات الموشن سيكنيس واللي هي الفوموتينج الخفيفة واللي هم البنزو دايازيبينز حكينا عشان يمزها وانا حكيت لكم رح ارجع بالاخر اللي هم الانتيكورونيرجيك هذول هذول ليش ما حطنا همش بالادوية لان هم منستخدم همش لالكيموثيرابي انديوس نوجي انتفومتي لان هم حكينا ضعفاء فهم وين يستخدموا فقط في حالات زي ما حكينا الموشن سيكنيس الهاض فالماسكرينيك ريسبتور انتاغونيس زي سكوبالو اللي هو سكوبالامين اللي هو ايش انتيكورونيرجيك دراج والانتيستامين زي اللي هو ديمين هايدري دايمن هايدرينايت الميكليزين والسايكليزين كلهم هذول يستخدموا في اللي هم الفوميتينج سوري الموشنج سيكنيس العامل اللي الفوميتينج وما الى ذلك عشان هيك ايش منخليهم ما منستخدمهم في الكيموثيرابي انديوس تمام تمام طيب كومبانيشن ريجمن رح نرجع له بعد ما نكمل الادوية احسن في غنى ادوية جديدة يعني طل๊ تقريبا على 20 س liaison طالعة زي الكنابنوات الكنابنوات اللي هو السي بي كانة هاوا سمناهم عشان برتبطوا على ريسبتور اللي هو اسمه الكنابنوات ريسبتور وبعمل لي المخدرات كلها. فالواحد ياخد المخدرات بتصير عنده ايش? صارت اللي هو ايش? اللي هم بسموها اليوفيريا الديسفيريا. اللي ايش? اللي مثلا اليوفيريا مثلا ايش? اللي هو هاي الانبساط اللي بيصير عنده. بتلاقيه او يسمونه بالعرب النشوة. اللي بتصير نتيجة تعاطي المخدرات. الديسفوريا بتكون عكسها. ليش? لانه اليوفوريا احنا بنعرف فينا اشي يسمو يعني معاكس للاكشن المفروض للدواء. فهو المخدرات شو مفروض تعمل? يوفوريا ناشوه. فمي في ناس بصير عن دوسفوريا بصير معاكس الاشي بصير هيك ينكد وزعلان واض. تمام? فهي بسميه برادوكسيك الاكش مش مهم كثير. ايه. حكينا اذا عملت ايش? لأ عالسي بيتو اشتغلت عليه ومسكت عليه. طيب اعملت له بلوك. فهم بيقول لي the anti-emitic effects of canabinoids like اللي هو ايش? نابلون. فهذا النابلون هو عبارة عن canabinoids drug appear to be due to their interaction with the CB1. زي ما حكينا الرسبتور which are present in high densities in cns. فهو وجود بكثرة بالcns. زي هون بورجين زي الماركوين. الماركوين هي عبارة عن ايش? عن المخدرات. اللي هي الميديكال. ماركوينة هي مخدرات. هاي اللي هي الماركوينة. هاي اللي هي من مشتقات الحشيش. فهي زي ايش? الحشيش. تمام? use as anti-emitic controversion. فهون ايش? ولكن شو مش كنت الماركوينة حكينا بتتطبط على ال CB1 وعا ال CB2. فعا ال CB2 رح تعملنا اللي هو ايوفوريا وديسفوريا وما الى ذلك. وهون بدي استوقفني او تستوقفني شغلة very important. بدي اسألكم. هسا يعني هي وسؤال يعني هيك بدي اكتفكروا فيه. واللي يعني بحكيها المحاضرة الجاي. فهسا عنا اثنين. تمام? انتو كان مثلا نفرض انا مثلا عندي اثنين صحاب. تمام? واحد بتعاطى مورفين. والثاني شو بتعاطى? بتعاطى حشيش و ماركوينة. او ماركوينة يعني حشيش او ماركوينة. انو اخطر. يعني وخيروني. قالوا انت بتتبعد عن واحد منهم. لازم بس واحد. تبعد عنو. والثاني تظلك ايش? قاعد جنبه عادية وتظلك صحبه معهم. انو بتختاره وتبعده. نبعد عن اللي بتعاطى ماركوينة و حشيش ولا اللي بتعاطى مورفين? وشو السبب? طبعا فيه جواب منطقي و مش مطلوب منه هون فما رح اجاوبه في المحاضرة. عشان ما ضيعش وقت لانو بده شوية وقت. ولكن تكونوا عارفين الفرق. فحكولي عن مين بتبعده? عن اللي بتعاطى حشيش و ماركوينة? ولا عن اللي بتعاطى مورفين. تمام? تمام. فالمركوينة مشكلتها بتطرط على التوريسيبتور فارح تعملنا الادفرس في كتاعت المخدرات. السنتيك اللي هو الصناع اللي برتبط فقط عالسي بي وان اللي هو النابلون. فالنابلون ابروفد صار ابروفد يعني استعمل في بعض دول اوروبا وامريكا. فمش اكيد فرس لاين. انو ايش مشتق من المخدرات. فبكون سكند لاين دايما. ايش مش يعني هو الاساس. فاذا فشل الاساس بنيجي بنستخدمه. فبنستخدمه كسكند لاين. من الادفرس افك تاعتو زي ما حكتلكو اللي هو ايش? الايوفوريا والديسفوريا سيديشن هالوسينيشن. زي ما حكينا نفس الفكرة ليش? طب ليش عسي بيقوا واحد و تقولي يا طب انت حكيت الادفرس افك تاعت المخدرات اللي عالسي بي تو. طب ليش هيك? بقولك اذا بتذكروا احنا بنعرف دائما دائما دائما. سيلكتيفتي ادفرس افك تاعت المخدرات. اديشنالي نابلون مي اولسو انداريكتلي انت بارشالي منيبيوليت فايف اتش تي ثري ان دي تو دي تو ريسبتور. فطلعوا نابلون ممكن يؤثر على الفايف اتش تي ثري وعا دي تو تاعت دي تو ريسبتور بكمية قليلة فطلعوا هيك حسن الانتي فوميتنج افك تاعتو. هاي ايش مليح? اخر ايش بالمحاضرة اللي هو البريغنانسي. في البريغنانسي ما منعطيها هاي الادوية اللي لانها ممكن تكون خطرة على الجنين وما الى ذلك وتكون تايب سي اغلبها. ما بكون تايب سي فممكن تكون خطرة على الجنين. فاحنا بنخليهم اخر حل. فشو بنبدأ مع البريغنانسي عشان ما تراجع فش حكينا البريغنانسي نفسه بيحفز الفوميتنج. حكينا بيعمل نفس الفكرة وعا السي تي زي و بصير كل الشغلات بتحفز الفوميتنج. فش كيف نمتقلل الفوميتنج لامرأة الحامل? يعني بنحاول نحافظ على الاطراء اللي هو الوسط المحيط فيها وان هو بدون ادوية. تغير من حياتها اليومية شغلات الدكتور بتصفل اياها. دعم العاطفي مهم جدا حشان ما يصيرش عندها الكيمواثرابي انديوس. صورة مش كيمواثرابي. اللي هو ايش? اللي هو الاموشنال انديوس فوميتنج. ومنعطيها فيتامين بي سكس سبليمت. ووجدوا انه الفيتامين بي سكس بيقلل اللي هو الفوميتنج. تمام? مرات اذا ما ضبطش هذا الاشي ممكن نعمل كومبانيشن بين الفيتامين بي سكس واللي هو دوكسيلامين. نسببين بالمي بي سكس. فمدمج الفيتامين اللي هو بي سكس مع اشي اسمه اللي هو دوكسيلامين. تمام? مش مهم مش هو الدوكسيلامين بس نعرف انه مدوجه مع الفيتامين بي سكس عشان يطينا الفكة طبعا هاد ايش اشي متسخرج طبيعي تمام? فهي الفكرة. في سببين بالمي من الحالات وجاوب. اذا ما جاوبش الحال. ده تعطي دور. شو ده تعطي? فايف اتش تي تري ري سبتور بلوكر. ليش؟ لانه اذي غاسترك رفليكس. لو ما نحكي غاسترك رفليكس شو بدي في الدوبامين؟ دوبامين على السي تي زي او عشان يعمل يحرك في حراية الجاسترو بيسيز. صح؟ فعشان للمشكلة من الجاسترو بيعطيه ايش تري ري سبتور بلوكر. مع انه قوي فمنعطيه بزرعات خفيفة جدا للبريكسي. هيك بتكون خصة محاضرة بظل علينا اهم سلايد في المحاضرة اللي هو كومبانيشن ري جيمي. كيف نعمل كومبانيشن؟ وهو الدكتورة في الحرف الواحد حكيت رح اجيب سؤال لهذا السلايد. فنحفظوا حفظ. دائما نعرف الميتوكلوبرومايد حكينا ممكن يعملي ديارية صح؟ فانا عشان اقلل الديارية بعمل له كومبانيشن مع ايش؟ مع كورتيكوستيرويد. فليش؟ عشان اقلل الجرعة مش حكينا الكورتيكوستيرويد بعمل له كومبانيشن دايما. فالميتوكلوبرومايد فو ممكن يعمل فيجو على مدى اطوارة عالجرعات العالية? اكسترابيراميدي أد tips огрاضي فيجو التعامير. فشو الحل تدمجو مع نبي partners ايش؟ عشان ايش؟ عشان تقلل جرعة ميتوكلوبرومايد. فطلعوا كيف vamos يارفزمور وميتوكلوبرومايد يائبجو مع kortieكوستيرويد. يائبجو مع نبيبرومايد كورتيكوستيرويد عشان اخلص من الديارية الاكسرابيراديل أجير منهم. عشان اخلص من هاي دوز ولسه ايش يعني مع مع الانتيستامين حطيت هاي دوز لسه فيه هاي دوز اللي هي ممكن توصلي للأدفاس افكت فمع انه هاي دوز فانا فعليا انا مقلل من الجرعة لما عطيته مع انتيستامين وبرضو الانتيستامين الو افكت بروتيكتف على قصة البركنسوني زي ما مش مطلوبة منا تمام تمام برضو كورتيكوستروز زي المتوكليروميد تورديوس ديارية زي ما حكيت لكم طيب شو بظل عنا اللي هو زي ما حكينا عشان قلل الدوز دوكسيميثازون اللي هو الكورتيزون برضو حكينا راح يحسن الافكت على المتوكليروميد وبرضو عشان يقلل الديارية برضو الدوكسيميثازون اذا خلطناه مع الفايف اتش تي ثري بلوكر زي مين زي اللي هو الفايف اتش تي ثري بلوكر زي هو الاندا الدمجناه معه فبرضو راح يحسن من جرعته وبرضو اذا دمجناه مع اللي هم البتروفينون اللي هم زي اللي هو دروء بريدول في ادمجناهم بكلهم راح يحسن منهم فدوكسيميثازون الدمجناه مع هاد او مع هاد او مع هاد راح يحسن من الانتي اميتيك افكت له هاي حكناها وهي حكناها صح؟ فهون شوف اخر هاي الفيري إمبورتن تشوف الكمبانيشن وانو اقو احد. طبعا هزا اللي بسأل هزا مدام بالنسبة بالمية كدش كانت الاستجابة هون بحكي عن اشخاص. فهون هزا بدي يكون ايهش بدي يكون كوانتل دوز رسبونس. تمام كوانتل دوز رسبونس. يعني اخدوا بشر وقارنوهم مش مش مهمة هي المعلومة. تمام فقط هيك يعني. معلومة عابرة تذكيرا في الجنرال. طيب احسن عندي في اللي هو بدمج الكورتزون مع الاندان سيترون. حكينا اذا دمجنا الكورتزون مع الفايف اتش تي ثري بلوكر. اللي هم رح يحسن اللي افكت؛ طب مين احسن افكت ليك دايما فهم? طلع كيف? دايما اذا سيت بفهم مين احسن انتيميتيك دراج اصلا? اللي هو الاندان سيترون اللي هم الفايف اتش تي ثري احسن كقوة طبعا من الجزدي مش كآدفرس افكت. احسن كقوة او اقي اشي اللي هم اندان كتري. فتخيل لسه تدكون في الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مع الدوكسيميثازون عشان نقلل دياري ونحسن منه فطلعوا دمجناهم اثنين مع بعض وحطينا دوبريدرول دوبريدرول دوبريدول حكينا دوبريدول بستخدم مجلوعات قليلة عشان ومتخليه لآخر الحلول فطلعوا كيف كان ريسبونس عال ليش لأنه دمجنا دويين هذا متوسط وهذا متوسط وحسننا الاكشن تاعهم في الدوكسيميثازون وحطينا ديهايدرو داي فينهايدرامين عشان نقلل لأنه هذا وهو دوبامين بلوكر فمش منطق تعطي دوبامين بلوكر بدون ما تعطي أنت يستمرين عشان بلاش يصير عندك باركنسونيزيم ثالث تحط اللورازيبام اللي هو بخلي الواحد ينسى مع الدوكسيميثازون والمتوكوليبراميد الدوكسيميثازون مع المتوكوليبراميد شو بعمل قلنا بقلل دياري وبيحسل وآخر مع الدوكسيميثازون والدهيدرو أو الدفن هيدرامين فكيف نحفظها؟ طلعوا سهولة الحفظ سهلة عليكم أقوى دوها حكينا مين هو اللي هو ال5HT3 مين هو فالأندانسترون إذ دواجنا أقوى دوها وقوناه بزيادة فراح يكون هو الأقوى إشي يعني إذا دمجنا الأندانسترون مع الدكسيميثازون راح يعطينا أحسن طيب بعدها بعدها بجيب الميتوكلبيرمايد الميتوكلبيرمايد إذا حطيناه مع اللي هم اللي هو الانتهيستامين زي الدايفن هيدرامين والدوكسيميتازون اللي هو الكورتزون راح يتحسن الإفكت ولكن مش هالإشي الكبير فهو أقل واحد فالميتوكليبرمايد إذا دمجناها فقط مع أنتيستامين ودوكسيميتازون راح يتحفز إيش فقط بسيط فالميتوكليبرمايد إذا برضو دمجناه مع الدوكسيميتازون ولكن مع لورا زيبام اللي إلو أنتيستامينة اللي إنتو أنتييميتك إفكت فلاحظوا عشان نفهمها فأقل واحد إلو فقط واحد أنتييميتك هذا ملوش انتيميتيك وهذا ملوش انتيميتيك يعني كجنرالي يعني نحكي جنرالي سبيكينج الديادروفيرمين حكينا بس في الفيزيتيبيلور فعشان فقط حطينا واحد انتيميتيك راح يكون كومبانيشن ولكن رسبونس قليل لما حطينا اثنين انتيميتيك للنوجة اللي هو الكيموثيروب انديوس مع دوكسيميثازون طلعوا كيف الاستجابة كانت احسن لما حطينا اثنين انتيميتيك قويات زي الميترولة اللي هو الميتوكلي برمايد والدروب دروب بردرول مع دوكسيميثازون عشان حسن الاكشن وانتيستامين طلع تاني احسن افكت بعدها بجيب اثنين يعني ملاح قويين شويه coaching مش قوة ملاح قويين عشان استيقات والدروب ريدرول ومدمجهم مع دوكسيميثازون وهطي تاني افكت بعدها بجيب واحد متوسط واحد ضعيف لاروزبان مضعيف بجمجه مع واحد متوسط مع دوكسيمتازون رأي أعطيني ثالث أحسن إفكت آخر إشي بجيب واحد يلا إلو إشي خفيف جدا أنتي إيميتك اللي هو الأنتي يستمين مع دوكسيمتازون بجمجه مع الميتوكليبرومايتف رأي أعطيني أضعف إفكت هيك بتكون خلصة المحاضرة الأولى في محاضرات الفارمكولوجي لسيستيم الجاستوانتسونال تراك الله يعطيكم العافية أي سواء الحجازين والسلام عليكم أو قبل بأنهي اللي بيحب يشوف فيه ميند مابس عملها زميلنا مصطفى تحب تشوفها موجودة على الفيسبوك على جروب الفيسبوك فبرضو بتقدر تشوفها وبرضو فيه تلخيص أو تفريغ للمحاضرة لحكي الدكتورة عملته زميلتنا سجن نجار برضو بتقدر تشوفوه على الفيسبوك والله يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله